مرحبا رح نحضر بهذا الفيديو وصفة من المطبخ الأردني وهي المنسف المنسف من أشهر الوصفات بالأردن بس اليوم رح نحضره مع بعض على طريقتي فخليكم معي لآخر الفيديو لحتى نشوف كيف طريقة التحضير بالتفصيل إذا كنتوا أول مرة عم بتشوفوا قناتي ما تنسوا تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة هلأ خلينا نشوف كيف ممكن نحضر الوصفة مع بعض رح نبدأ أول شي لتحضير سلق اللحمة رح أستخدم أنا طنجرة الضغط حطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة وهلأ رح أبدأ أنزل عليها قطع اللحمة هلأ رح أخلي اللحمة على نار عالية من أول جهة بعدين بقلبها على الجهة الثانية لضروري أنه عندي بهاي المرحلة اللحمة تتحمر من الجهتين هلأ رح أبدأ أضيف المطيبات اللي رح أستخدمها بسلق اللحمة ضفت أول شي عندي ورق الغار ورح أضيف كمان هيل مطحون وحب وكمان كركم وآخر شي رح أضيف فلفل أسود المنسبة الطريقة الأصلية فيه ومعروفة أنه اللحمة بتنطبخ بقلب الجميد بس كل حدا بيعمل أكيد الطريقة اللي بتناسبها واللي بحبها واللي بيلاقيها أفضل لإنه هلأ برجع بقلب قطع اللحمة على الجهات الثانية بس أكدت أنها أخدت لون هيك من الجهتين رح أملحها وأضيف بصلي كبيرة أطعتها بهذا الشكل لأربع هلأ رح أضيف مي مغلية وأغمر فيها اللحمة وبعدين أسكر الطنجرة وأسلق اللحمة لمدة ساعة كاملة هلأ أكيد كمان وقت سلق اللحمة بيعتمد على حجم الأطعة والطنجرة اللي مستخدمينها إذا مستخدمين طنجرة عادية رح تحتاجوا لوقت أطول هلأ بالنسبة لتحضير اللبن الجميد اللي رح نستخدمه حد المنصف لكل كيلو من لبن الزبادي أنا بستخدم لبن نوعية تكون حامضة بضيف عليه الكيلو بياخد معلقتين كبار لتلاتة من النشا بحركهم على البارد كتير منيح لحتى أتأكد أنه النشا خلط كتير منيح بعدين رح أشغل النار على نار متوسطة وأستمر بالتحريك بهذا الشكل هلأ أكيد رح نضيف على اللبن جميد الجميد بيجي أنواع ممكن تلاقوه على شكل مثل حجار وكمان ممكن تلاقوه على شكل سائل أو فيه كمان مكعبات بتكون مثل مرقة الجاج أنا رح أستخدم هذا الجميد اللي بيكون سائل ضروري نخده كتير منيح قبل ما نستخدمه لأنه مثل ما أنتوا شايفين أول شي بنزل منه هيك شوي سائل بعدين بينزل معجون الجميد فمنضيف طبعا الكمية اللي احنا حابينها حسب الزوء ممكن تضيفوا من ربع كوب لحد مثلا نص كوب ممكن تضقوه وتقرروا قديش الكمية اللي أنتوا حابينها وبعدين بحرككم مع بعض كتير منيح لحتى أتأكد أنه كمان الجميد عندي نخلط هلأ ممكن تضقوها تشوفوا زبتكم تضيفوا ملح أو تضيفوا عليها رشة كركم للون أو ممكن تضيفوا مكعب مرقة جاج وآخر شي ضفت تقريبا نص كوب من لبن العيران أو الشنينة أنا هيك بحب الخلطة الثلاثة مع بعض اللي هم لبن الزبادي والجميد والشنينة جربوها طعمها كتير طيب مع بعض الرز المستخدم بوصفة المنسف اللي هو رز المصري أو رز الحب القصيرة نقعته لمدة نص ساعة بمية فاترة وبعدين هلأ بطنجرة على النار حطيت معلقة كبيرة من السمنة وبقلب فيها الرز بهذا الشكل ولكل كوب من الرز رح نضيف معلقة صغيرة من الملح براس المعلقة بحط شوية صغيرة من الكركم لحتى يعطيني هذا اللون الحلو وبعدين بضيف مي حسب كمية الرز اللي عندي تقريبا لكل كوب من الرز بنضيف كوب ونص من المي تقدر تضيفوا من مية سلق اللحمة بس أنا بفضل أعمل الرز بالمي العادية بخلي الرز عندي على نار عالية لحتى تبلش تقل المي ويطلع عندي الرز لفوق رح أنقل هلأ طنجرة الرز على أصغر عين على الغاز عندي وبوطي نار وبغطي لمدة عشر دقايق وبعد العشر دقايق ما تمر بقلبه تقليبة واحدة من تحت لفوق وبعدين برجع بغطي كمان مرة وبتركه يتهدى كمان عشر دقايق تانية وهيك رز ناجح مية بالمية ومفلفل وتمام التمام هلأ برجع طبعا عندي للبن اللبن بيكون تقيل شوي بحكم أنه ضفنا عليه النشا فمنبدأ نخفف فيه بمرقة اللحمة لحتى نوصل للقوام اللي بدنا اياه وبعدين بس نحس أنه القوام صارع عنا تمام رح نبلش ننزل عليه إطاع اللحمة هلأ بس نضيف إطاع اللحمة منترك اللبن يغلي مع اللحمة تقريبا هيك لمدة ربع ساعة لحتى يجانسوا مع بعض وتأخد اللحمة من طعمة اللبن وهيك سكبت الرز وحطيت على وجهه إطاع اللحمة وأكيد ممكن تحطوا عليه المكسرات اللي حابينها مثل اللوز أو سنوبر أو الكاجو وكمان المنصف بيتقدم عادة مع الجرجير والبصل الأخضر والفجل وهيك بتكون جاهزة عنا وصفة المنصف على طريقتي وأكيد رح تلاقوا الوصفة مكتوبة بسندوق الوصف أو بـ description box وهيك وصفتي اليوم صارت جاهزة بتمنى أنه تجربوها وإن شاء الله رح تعجبكم كتير وإذا حبيتوا فيديو اليوم ما تنسوا تعملولي لايك وسبسكرايب ونلتقي إن شاء الله بفيديو جديد باي باي